لا يقول الناس اللي برى المدينة شو بعرفهم منافق مش منافق متآمر مش تآمر عقود أشرح لا يقول الناس محمد يقتل أصحابه ما مجيب لحالنا السمعة السيئة الحكم قال قتل لكن ما راح أنفذ القتل سؤال لماذا تجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم أن يقتل من تآمر عنه عليه الجواب تأدبا مع المجتمع يعني هو الرسول خالف الحكم لا ما خالف حكم الرسول نفسه مشره الرسول نفسه مشره تأدبا تأدبا مع المجتمع تأدبا مع صورة المجتمع تأدبا وحفظا لهيبة المجتمع المسلم إقامة لكيان المجتمع المسلم حتى لا نعتصور برا أنه إحنا من جوه مفرقين مقطعين ممزقين حالتنا حالة يا مرحبا حياكم الله جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين رب يشرح لي صدري ويسل لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أحييكم جميعا بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في زمن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاء واحد أعرابي ومعنى كلمة أعرابي أنه غير متفقه في دين الله بالطريقة اللي على مستوى بقية الناس فأراد أنه جاء لكم الله يفك وضو يقضي حاجته فالله رح على طرف الجامع بداخل المسجد وقعد وقضى حاجته فالصحابة طبعا ثاروا لأنه فعل خطأا يعني تخيل واحد يبول داخل المسجد يعني شوها الكبيرة اللي ارتكبها احنا المؤاخد على الجامع ما نفوت برجلينة ما نفوت اللابسين برجلينة فما بارك يعمل له هذا العمل فقام الصحابة رضي الله عنه مين اللي دافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزرموا لا تقطعوا عليه بوله لأنه قطع البول مضر لا تزرموا حتى اتم نادا قالوا تعالى يا اخ الاسلام يا ايش يا اخ الاسلام لا قالوا يا لعين الولدين قالوا يا فاسق يا مبتدع يا كذا يا اخ الاسلام ان المساجد لم تبنى لمثل هذا ترى هاي الجوامع من بنت عشان هذا الموضوع طيب ليش ما قالوا النبي حرام ما قالوا كذا في عندنا بالشرع الاسلامي بابين باب اسم الأدب وباب اسم الأحكام باب الأدب وباب الأحكام أسأل سؤال أيهما مقدم على الآخر باب الأدب مقدم على الأحكام باب الأدب مقدم على الأحكام لأن أصلا الأحكام وضعت من أجل أن توصلك إلى الأداب فإذا تعارض الأدب مع الحكم كان الأدب مقدما على الحكم لأن الأدب هو ثمرة الحكم ما هو لازم نفهم الدين ما هو لازم تفهم دينك مش على كيفي ولا على كيفك ولا هي بصوت العالي ولا هي بالمباطعة يعني مسألة عند الشرع الاسلام منضبطة مش على كيف وكيفك في دين في دين الدين مش معناته صلاة وصيام الدين منهج الحياة من جملة المنهج في عندي صلاة وصيام هذا جزء من المنهج بس المنهج فيه عبادات وفيه معاملات وفيه أخلاقيات فلما بتعارض في حالات استثنائية يتعارض الحكم مع الأدب من المقدم مقدم على الأدب يعني مثلا أنا بدي أدخل على مكان أنا والدي الحكم بيقول أن الذي يدخل أولا هو اليمين تيامن الحكم شو بيقول أن الذي يدخل أولا هو اللي على اليمين فأنا والدي بنا ندخل أنا وأستاذي أنا وأكبر مني أنا وإنسان مسؤول عني أنزلوا الناس منازلهم يعني واحد أعلى مني مكانة رتبة سنا عمرا مدين له بشيء من الحياة يعني أعلى مني فأنا على اليمين هو على الشمال بس خلينا أقربها مشان نقضع على الوالدين عشان ظلها بالذهن واضحة فأنا ووالدي بدنا ندخل على مكان وأنا ماشي على اليمين ووالدي ماشي على الشمال الحكم بيقول أنه أنا اللي ماشي على اليمين بدخل قبل قبل الأب لكن أدبا أدبا بيصير أدخل قبل أبوي أنت بتقبلها أدخل قبل أبي ما حدش بيقبلها فالأدب مقدما على الحكم فيدخل الأب معنه على الشمال قبل أنا اللي على اليمين لذلك الدين منطق مش فزعة الدين منطق آداب أخلاق أحكام ثمرات نتائج قواعد تبنى عليها أحكام كثير من الناس بفكروا الدين فزعة عرب يجيناك وخذونا يا حبيبي يجيناك وخذونا هذا في الدنيا أما عند الله في آداب فبعض الأحكام بعض الأحكام إذا تعارضت شو شو بقول إذا تعارضت لأن الأحكام أصلا سيقت للآداب الصلاة تنهى على الفحشاء والمنكري والبغي إذن الصلاة سيقت لتوصلنا إلى ثمرة من الآداب فإذا يوم الأيام وجدت أن حكما معينا قد يتعارض مع الأدب في حالة استثنائي وعلى الفكر هذا في الشرع إسلامي يعني يا الله تعدهم على أصابعك الحكم الشرعي يتعارض مع أدب من الأداب مثال أعطيكم أمثل كثير بالشرع الإسلامي النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في سفر خارج المدينة المنورة فأمر الصحابة أنهم يمشوا في واحد كبير المنافقين لا مننزل لا منمشي فالنبي كان حاسما وجازما في أمره قال ماشينا قال طيب ماشي والله بس نروح على المدينة المنورة لأفرجيكو مين العزيز ومين الذليل يا أنا هو البعيد يا محمد في المدينة المنورة الله ثبتها في القرآن الكريم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل هل عزيز منا رح يطلع الذلي إذا أنا العزيز بدي أطلعه وإذا هو العزيز يطلعني يعني بلغتنا يا أنا يا هو تعدى عمين تعدى على رئيس الدولة تعدى على مين تآمر على رئيس الدولة بإحداث انقلاب وعزل رئيس الدولة وإخراجه من دولته خيان عظمى يعني بكل شرائع الدنيا الإعدام الحكم الإعدام وهذا شيء فطري سابقاً ولاحقاً اللي بتعدى ويتآمر على رئيس الدولة على الحاكم يتآمر بديعمل انقلابات بخيان عظمى فروح المدينة المنورة ونزلها ربنا في القرآن الكريم لليوم نقراها يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل الحكم يكون فيه قتل هذا حكم فإيجا ابنه لعند النبي عليه الصلاة قال يا رسول الله قد سمعنا ما قال أبي فإن كنت عازماً على قتله على تنفيذ الحكم يعني فأمرني ليش أمرك قال حتى لا تأمر واحد من الصحابة فينفذ الحكم فإذا لقيته أبغطته عشان مقلبي يبغض واحد من الصحابة إحنا مش قصة أبوي ها أبوي بستاهل لأنه خيان عظمة ما يجيش واحد سيقول محمد ابنه ابنه بيقول لك أبوي بستاهل لكن يا رسول الله إذا نويت ترى أمرني أنا حتى بكرة ما تأمر واحد من الصحابة فيقتل أبوي فألاقيه في المدينة فقلبي ينقذ منه أنا ما شوف لأي درجة لا يمكن أني أبغض مسلم ما بقدر أبغض أنت ربيت على المحبة ربيت على ساعة الصدر غسلت قلوبنا من الجوة فأنا ما بدي قلب يتوسخ شوف بالله عليك هالرقي وين تلاقي هذا اليوم وأقسم بالله في بعض جوامعنا ما بتلاقي بالجوامع مش الأسواق بالجوامع لأنه ربنا بعطي الرحمة قبل الأحكام ربنا بعطي الرحمة قبل الأحكام فالحكم القتل قال له يا رسول الله إذا كنت فاعلة فأمرني أنا الحكم القتل شوف الأدب شو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا 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 بل نحسن صحبته هاي الأدب لا يقول الناس اللي بر المدينة شو بعرفهم منافق مش منافق متآمر مش تآمر أقعد أشرح لا يقول الناس محمد يقتل أصحابه ما مجيب لحالنا السمعة السيئة الحكم آه القتل لكن ما راح أنفذ القتل سؤال لماذا تجاو لو عندي أخ بس لو قد يردرس وتدريس سؤال لماذا تجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم أن يقتل من تآمر عليه الجواب تأدبا مع المجتمع يعني هو الرسول خالف الحكم لا ما خالف الحكم الرسول نفسه مشرع الرسول نفسه مشرع تأدبا تأدبا مع المجتمع تأدبا مع صورة المجتمع تأدبا وحفظا لهيبة المجتمع المسلم إقامة لكيان المجتمع المسلم حتى لا نعطي صورة برة أنه إحنا من جوة مفرقين مقطعين ممزقين حالتنا حالة كمان واحدة على فكرة على فكرة الدين كله مليان بهذه الطريقة قال أفتان أنت يا معاذ 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 سيدة معاذ اللي مسك النبي بإيده وقال له يا معاذ والله إني أحبك شو أكثر من هيك شو أكثر من هيك ويجد شكوعة سيدة معاذ إنه سيدة معاذ بيطول بالصلاة وإنه بيزعل زعله شو قال له طب شو حكم تطويل الصلاة سنة شو حكم تطويل الصلاة مستحب شو حكم تطويل الصلاة أجر زيادة شو حكم تطويل الصلاة مقابلة مع الله شو حكم تطويل الصلاة شغلة حلوة يعني حدا بيقول تطوير الصلاة سيئة بس شوف هذا الحكم تعارض مع آداب صلاة الجماعة مع مين؟ مع آداب صلاة الجماعة شمسكوا يقولوا أفتان أنت يا معاذ بدك تخرب على الناس دينهم لمخالفتك أدب صلاة الجماعة طبع أعطينا الأدب يا رسول الله من أم قوما فليخفف فإن فيهم المريض مش قادر يوقف والضعيف اللي حالته حالة وذا الحاجة ومراق الطريق بدي صلي ظلماشي والله يا إخوان مرة صليت في مطار الملكة عالية بس هل واحد يقولي غلطت يا أخي موعد طيارة موعد طيارة يا أخي موعد طيارة اقرأ الفاتحة وراها قول عد رب الفلق بطلت تنفع قول عد رب الفلق إن أعطيناك الكوثر قل هو الله واحد يا رجلين في معوذات وأخونا بالله هذا الصوت هناك بيجاوب الصوت بعمل صدى وبلش أعطيها ويلكن اطلعت ويلكن كملت طبعا ما الناس مسافرة الناس مسافرة آه فيه آداب لصلاة الجماعة فيه أحلى من الصلاة مع النبي معاذ الله وإمامك النبي شوف أعطيك بس الصورة تخيل المكان المدينة المنورة اللي كل قلوبنا بتروح لناك والموقع المسجد النبوي الصلاة بألف والوقت صلاة الفجر والإمام سيدنا النبي فيه أحلى من هيك فيه أحلى من هيك شوف صوت النبي عاد شوف تجليات النبي انت اليوم بتقول لي المنشاوي بتقول لي الحصري بتقول لي مصطفى شعشاعة بكله حلو فتخيل النبي هو الإمام شو الحكم بالصلاة هاي يعني يعلى واحد وقع على الجنة طول شو التجليات فاختصر النبي في الصلاة خير خير يا رسول الله بقى إحنا إحنا شو تخيل إحنا حابين إحنا اليوم لما بنسمع أذان المدينة المنورة قلوبنا بتطير أذان المدينة المنورة بنسمعه حالتنا حالة فما بالك ما يكون المصل هو الإمام النبي فالصحابة جاي يسمعه خير يا رسول الله قال سمعت بكاء طفل شو سمعت بكاء طفل جاي مع أمه فخشيت أن ينشغل قلبها على ولدها دخيل الله بس أخلو نفهم ديننا بس أخلو نفهم ديننا ضحكوا علينا بالتيك توك ضحكوا علينا بالفيسبوك ضحكوا علينا بالتلفزيونات ضحكوا علينا بالمسلسلات ضحكوا علينا بالأفلام ولكوا ضحكوا علينا ضحكوا علينا خاف قلبها ينشغل خاف قلبها ينشغل الحكم بالصلاة مع النبي مد يا رسول الله طول يا رسول الله لكن الأدب مقدما على الحكم الأدب مقدما على الحكم لأنه اللي بتجيب الناس لدينك مش طولة صلاتك ولا كثرة صيامك حسن أدابك ماحنا الصورة عندنا بشكلبة الصورة عندنا بشكلبة اللي بيجيب الناس لدينك الأداب المستمد من الدين بعدين بحكي له عن الأحكام كان سيدنا الشيخ نوح رحمة الله عليه يقول لما بدك تحكي مع واحد عن الدين مسلم والغير مسلم دق هون على قلبه لا تدق هون مش تحكي بالمنطق يحكي بالعاطفة يقول شو قلنا دق هون على قلبه يعني يدق على صدره مشان اللي بيسمعوني بالراديو يقول دق هون يعني على قلبه لا تدق هون على العقل وإنه ولقد كان بتيجي بعدين بتيجي بعدين الطفيلة بن عمر الدوسي من قبيلة سيدنا مريرة قعد مع النبي قعد لسه نبي ما حكى له شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد الرسول قال له بس بس وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وإشهد أن محمد رسول الله هاي منسمعها وين المقدمة خطبة الجمعة هاي منين جبناها هاي حديث من النبي لسيدنا الطفيل ابن عمر قال له بس وأنا كمان أشهد أن لا إله إلا الله وإشهد أن محمد رسول الله طب لسه ما سمعتش شيء قال له لا اسمع والله ما وجهك بوجهي كاذب والله وجهك منور والله ما وجهك وجهه واحد حيش سامين كاذب روح الطفيل مع عمر أسلم وأسلم معه ثلاثين ألف ثلاثين ألف لأنه تعلم الطهارة مهم تتعلم دينك بس لسهك سؤال اللي جذبوا للدين إنه تعلم أركان الصلاة وأداب الصلاة ولا تعلم أحكام الزكاة لا اللي جابه أولي شيء الأخلاق اللي لقطه بصنارته الأخلاق بعدين بدأ يفهم الدين فالأداب مهمة حتى لما بدي أحكي حكم شرعي مش بجيبه هيك دج وفي آداب حتى لما بدي أحكي حكم شرعي مرة سيدنا الشيخ نوح رحمة الله ليس هذا الإفتاء مهارة إجهة واحد قالوا يا سيد أخطب فلانة قال له مبروك قال له بس رضعت أنا وإياها قال له كم رضعها قال له رضعنا أمي كانت رضعني وترضعها قال له خير وبركة طبع الحكم أنه ما بيجوز خلص ما صارت أختك هس هو بحبها أكيد بدي يتجوزها مرتب أمور وكذا بدي يزوج شوف عاد لو قال له لا بيحط الحق على الدين لو قال له يا أخي الكريم الرضعة والخمسة ضعات محرمات انتهت القصة ما عادت تزبط معك شوف لك غيرها البنات كثار هذا صح لو حكى له هيك صح بيقدر يقول له هيك قل له يا أخي هذا حرام ولا يجوز والبنات كثير الله يغنيك عنها شوف لك بنت غيرها ما في نصيب كذا هذا الحكم صح بس التقديم بدها تصبيط شوف الأدب شو قال له سيني الشيخ رحمة الله الشيخ نوه قال له كنت بديك ياها زوجة كنت بديك ياها زوجة صارت أخت كنت أنت بديك ياها زوجة صارت أخت ترى الأخت أقرب من الزوجة يعني محبتك ما راحت فراغ أنت كنت تحبها وتريد أن تتوج المحبة بأن تكون زوجتك اليوم ترى هي أقرب إليك من الزوجة ترىها أختك حد يش بقدر أغير بالحكم الشرعي بس بقدر كيف أقدم الحكم الشرعي هذا مهارة هذا مهارة الأداب مقدمة على الأحكام الأحكام الشرعية يجب أن تقدم بقالب اللطف بقالب فيه المحبة بقالب فيه الشفقة بقالب فيه رحمة لأن الله أرسل النبي بالأحكام ولكنه قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يعني إجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حبايب يا حلوين لا إجاء يعطي أحكام ما قالش يقولني أبي صلى الله سلم قدملنا أحكام بس الأحكام كانت اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود تعرف تجيبها هاي مش فش تغل الشغلة مش فش تغل مش شطارة اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود فسأل الله أن يرعى وده بنا إنه على كل شيء قدير فاصلوا وراجعين حياكم الله جميعا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا وأن يزيدنا علمه خمسمية تسعة وستين ثلاثة وثلاثين سبعة وسبعين هو تلفوننا نستقبل فيه التصالات على خمسمية تسعة وستين ثلاثة وثلاثين سبعة وسبعين حياكم الله جميعا نغذ اتصال لأنه كان محاسنو أقفل من مساوقه وكان مرضي هل أنا بنقول لي اسم إني ما بالأجيب بصير توبر خير أو هو بتعذب بسببي أول شيء رحمة الله عليه أيوه وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بصبرك ببنيلك بيت اسمه بيت الحمد المش المردوم شهيد يا شيخ وبك عليه خساب آه نعم نعم شهيد ومات هو يذكر آه إن شاء الله مع الشهداء ودائما كان يعني الحمد لله رب العالم يلاضي والدين وكان قاضي من الغيب يعني كان قاضي من الغيب من الكل آه نعم الله رحمة الله عليه رحمة الله نس الله عز وجل أن يرحمه دائما بشك في عباسي شو أساوي شوف أقول لك لا تسوي إشي الشك بالعبادة دليل على أن العبادة صحيحة الشك في العبادة دليل أن العبادة صحيحة لو العبادة باطلة الشيطان ما بيجي وسوس لك فمن من علامات أن العبادة صحيحة أن وجود الوسوس فيها فأنت هذا دليل على أن العبادة صحيحة فتستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وكملي في صلاتك وعبادتك ولا تتطلعي ربي سبحانه وتعالى يتقبل منه ومنك وما تنسينا من دعواتك قال الإنسان إذا شاف أنه الشيطان تاركه اعرف أنك تعمل غلط وإذا شاف أنه الشيطان متابعه تقرأ أنت ما شفت الطريق الصح يعني الشيطان لمين دي وسوس للي بصله أمن واحد فايت يذكر شو يوسوس لبليس يقوله روح زور أمك شو يوسوس له واحد بذكر الشيطان رح يقوله زماما زورت أمك لا بس لما توقف تصلي بيجيك الشيطان يذكرك آه بشأن يلهيك الشيخ آه استعان بالله معنات تصل ألو ألو يا مرحبا يا دكتور شو أخبارك الله يسلمك يا أختي يا مرحبا تفضلي دكتور أستطي يحكي لستقدر تعطيني فتش حال الطلاق لا الطلاق بدك تروح على مفتي إربد بمعنك أنت من إربد وبتعرض الحال هناك واللي بدروح الزوج مش الزوجة الزوجة بتروح مع زوجها أما اللي بروح الزوجة أنه الزوج هو اللي حكى مربط الفرس عند الزوج فالزوج بدروح لأنه يا أختي بتفرق من كلمة لكلمة وعادة الرجال بخربط بصير يقول قلت لها مرتي إذا بتطلع من الدار تكوني طالق أنت هيك حكيت بقولك لا قلت لها أنت طالق إذا بتطلع من الدار أنت بضبط حكيت بقوله لا أنا قلت لها لأنك بدك تطلع ترى أنت طالق فبيعطيك ثلاثة أربعة أجوبة فعلشان هيك الزوج هو اللي بدروح لأنه الطلاق بتعلق بالكلمات مستعان بالله معنا اتصال يا مرحبا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيفك تكسر محمد نوح يا مرحبا حياك الله الله ينطيك ألف عافية الله يعافيك تضل يا جمال الله محييك تضل الله يرضى عليك والله أنا بدي أخلي بس صوتي على الهواء يسمعوه يعني المسؤولين يسمعوه يعني إذا قلت الآن عمري نعم لا حج ولا عمرة تستامعني نعم سامعني سامعك يخوي في فرق صوت بينه بينك كمل ملحوظتك الله محييك آه يعني لغاية الآن لا حج ولا عمرة خدمت بالجيش عشرين سنة طيتم جواز سفر ريعوا لي وكنت بدروع العمرة واني بالجيش يعني أعتمر والله العظيم جواز سفر معطونية وسلمت لما روحت دخلت الجيش سلمتتم جواز سفر لا عمرة ولا حج ولما تقعت بالأفين وخمسة عشر قالوا ما لكيش عندنا جواز سفر على المركز أمني قالوا جيبنا ورقب سؤول أفراد سؤول أفراد قالوا ما فيش لك عني لجواز سفر أكسم بالله سلمتتم إياه ولغاية الآن صالي متقعت من وراء جواز سفر يعني دأقول لك نقطة خل لك مي خل لك مي خل لك مي خل لك مي انت لأنك ما رأت على الحج عمرة لأن جوازك ضايا الجواز الضايا بتطلع بداله يعني كون الجواز ضاع بتحصل أنا كمدني بديش أقول كعسكري بريد واحد ضيا جواز سفر بيروح على المركز الأمني بيقدم تبليغ عن جوازه بيعطوه مهلة 14 ما لقاش الجواز بريدوح طلع واحد بداله فما ديش تحط الحق إن والله الجيش ضيعوا جوازك وبناء معنى بس تبعد سلافة إن الجيش ضيع جواز بني آدم يعني هاي أنا بس لأمشي معك أمشيها معك ضيعوا جوازك بريدوح طلعوا جواز بدال وريدوح الحج العمرة يعني كونه ضاع جوازك بناء على كلامك اللي أنا يعني ممشي لك إياها مشه العائق أمام الحج العمرة ما فيش مشكل أنا اللي قدامك بحكي معك ضيعت جواز سفري مرة وكان قدامي سفرة طلعوا لي جواز سفرة بنفس اليوم ودفعون الرسوم غالي شوي وسبحان الله بس رواحد لقيت وكان حاطب جيبت واحد من الجاكتات ما فيش مشكل يعني الله يرضى عليك يا حبيبي فإحنا بالطريقة هاي وكأنهم شون الأفراد أو القوات المسلحة ضيعوا وكذا مش حلوة يعني لأنه مستبعدة تمام الله يرضى عليك يا حبيبي ما شاء الله عليك يعني لو قلت والله يا دكتور أنا لم أحجت ولا اعتمرت والله غيرت دقلك سيد لأقولك يا بشر إليك علي عمرة بما أنك متقاع من الجيش خدمة 20 سنة وما صار معك مجال تعتمر ولا صار معك مجال تحج مع أنه في بالجيش مسابقات الحج موجودات لو اشتركت فيها كان رحت لأنه 20 سنة خدمة كان بإمكانك 15 مرة تقدم للحج لأنه البمضي على خدمته 5 سنوات يحق له أن يتقدم لمسابقة الحج فكان بإمكانك تقدم 15 مرة وأنت تقدم الحج وتروح الحج أكيد رح تزبط معك حلو قلت أنا والله يا دكتور لا رحت ولا يجيت وكنت ملشان بالخدمة وكذا بقول لك عندي ولازم ذمتي أما تقول والله ضيعوا جوازي بناء ضيع جوازي يعني دعتبر حالما سمعتكي شاء الله محييك يا مرحبا فيك فاصل وراجعين حياكم الله جميعا بقول سبحانه وتعالى والسماع ذات البرود واليوم الموعود إلى آخرين والسماع ذات البرود واليوم الموعود إلى آخرين في الآية لو تسمعيني من التلفون بس عشان ليش نعم النار ذات الوقود نعم أجاءت كلمة النار بالكسرة نعم مش المفروض بداية الجملة طبعا هو الاعتراض على كلام الله أجاءت النار ذات الوقود نعم تفضل حضرتك ما هي بداية السورة والسماء فيها قسم والسماء ذات البرود واليوم معطوف عليها وشاهد معطوف عليها ومشهود معطوف عليها قتل أصحاب الأخدود الحال منصوبة النار ذات الوقود يعني والنار ذات الوقود هايا معطوف على القسم النار ذات الوقود مقسم بها يعني كأن الله يقول والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود والنار ذات الوقود قتل أصحاب الأخدود جواب القسم تمام فالنار ذات الوقود تتمت القسم معطوفة على السماء واليوم المعود وشاهد ومشهود وجواب القسم قتل أصحاب الأخدود مرفوعة يعني هاي باللغة بسموها تقديم وتأخير ان شاء الله يكون كلامي صح وإذا حدا من إخواننا اللي بسمعني عنده كلام آخر أرجو أنه يصح دكتور ما الحكم الشرعي في تغيير الجنسية يعني واحد يغل جنسية بلد ثانية حلا هاي إخواننا بسافر من هون على أمريكا وبقعد خمس سنوات بيعطوه جنسية بروسافر على بريطانيا في ناس بيدفع فلوس مثلا شو المشكلة فيها حتى بين الدول العربية مثلا بيعطوه جنسية بأخذ جنسية سعودية جنسية قطرية جنسية إماراتية ما فيها مشكلة هو مش تغيير للدين وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال الذين تتوفاهم البلائكة ظالمي أنفسهم ضيق في العيش ومناكد وكذا ظلم نفسه قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأن يأخذ إنسان جنسية بلد آخر ما فيها مشكلة النبي صلى الله عليه وسلم كان مكيا وأصبح مدنيا وهايك كانت باعتبار جنسيات ولما فتح مكة قالوا يا رسول الله يعني لعلك قال لا 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 المحيا محياكم والممات مماتكم وغير الجنسي النبي عليه الصلاة والسلام كان مكيا عليه الصلاة والسلام صار مدنيا فالإنسان الحصول على جنسية غير التي ولد بها ما فيها مشكلة ما فيها إشكالية سواء كانت جنسية عربية ولا كانت جنسية المهمة الإنسان ما غير عقيدته هي العقيدة الإنسان التي يحاسب عليها أما الجنسية رأى وين مصلحته وبيمشي فيها أو صح أنه بسيط تعليقات فلان اشتروا فلان باعوا فلان كلا هذا كلام يعني لا كلام علم ولا كلام دين ولا كلام يعني يلتفت له يعني هذا كلام غوغاي يعني ليش اللي بأخذ جنسية أمريكانية بباركوله وإذا واحد أخذ جنسية سعودية ولا قطرية ولا إماراتية بقولك اشتروه باعوا يعني ليش الانتقاصنا من حق أنفسنا ليش النظرة الضيقة والنظرة الدونية لبعض من البعض أوفوا فلان مع جنسية كندية فلان مع جنسية دينماركية فلان مع جنسية بريطانية فلان 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 تعظيم النظرة العلوية فلان اشتروه وعطوه جنسية ليش هذا اشتروه هذا فكلام غوغائي ليس له قيمة لا علمية ولا فقهية ولا عقلية الذي تحاسب عليه أمام الله عز وجل هو عقيدتك وليس الجنسيتك إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا ينظر الله عز وجل جنسيتك ولا ينظر إلى جوازك ولا ينظر إلى تاريخ ميلادك ولا ينظر إلى بلدك ولا ينظر إلى حسبك ولا إلى نسبك ينظر إلى ما قدمت أعمالك إخواننا من سوريا لما صارت الأزمة راحوا على السويد وعلى الدينمارك أعطوهم جنسيات شافوها باب فرج شافوها باب فرج وبعض من إخواننا السوريين راحوا إلى بعض الدول العربية مشان تشوفوا إحنا كيف مش عادلين أعطوهم جنسيات اف اشتروهم ورخاص ليش السويد لما أعطتوا جنسية قلتوا عنه واو amazing good news ولما بلد عربي أعطتوا جنسية قلتوا عنه اشتروه ليش الكلام هذا كلام له كلام دين ولا فقه ولا علم ولا هذا حقد هذا كلام أحقال والمهم إنسان دينه المهم إنسان يظل دينه قوي يقول له غير هيك لا ما له حساب طيب إحنا لهون آآ الدكتور حرف بالله إنه ما ننتخب شو الحكم الشرعي مش هتفرق طيب إحنا لهون ناتي لإختام حلقة هذا اليوم من برنامج همك همي عبر شاشة عما تي في ومكملين عبر أثير إذا عتيقين إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله الذي لا تضيع دائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على المشاهدة ويرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات شؤون إسلامية لنصرة قضايا الأمة